هذا الحجم من الجماهيري او وردها ايات كالسوبر الاتحاد مش هيبع في المباراة الا الحب كامل اللي بيعتد فيه هم مية بالمية والاتحاد لا يست الا في الاتحاد في الحب كامل مصريين لو فيه مباريات ملهاش نفس الطبيعة ولا نفس الاهمية الجماهيرية ده ممكن بقى لو نادي تقدم بطلب مسددة من الرسوم ساعة ننظر يعني المباريات اللي جاي اقل من مباريات الزمالك طبعا فولاقي لطالب مباريات اجانب لكل مباريات دول اقل من مباراة القمة طبعا ممكن تكون مباراة لها اهمية جماهيرية معينة ممكن لها حساسية معينة ممكن مباراة نهائي السوبر لا ده خلاص بقى انت قلت ده مصريين دي مباراة كل المباراة ده في الطبيعة الخاصة والمهمة دي بحكام مصريين قولا واحدا المباريات الاقل الاقل مش الاقل في الاهمية من حيث السبقة الاقل في الجماهيرية الاحد كبير او مباراة ملهاش نفخ الطبيعة بتاعت المباراة الفئة الاولى من الطبيعة الخاصة ايه ده انت كده بتفتس رغبة النادي الاهلي تماما ايه ممكن لو نادي تقدم بطلب للمباراة والله احنا ما يعني هو قد بسدد رسول فاعدها الاتحاد ينظر في الطبيعة طيب بيقولوا ان الاهلي بعت الشيك والاتحاد الكرة رفض يستلموا لا احنا ما نرفضش الشيك لان الاهلي اساسا فيه رصيد مديونية عند الاتحاد فلو جي شيك حتى لو مجاشهم كان طب هم كده 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 في رصيد اعتبر انهم رصيد اللي علي ايه لكن احنا كده كده ما عندناش عمر اتحاد ما يرفض شيك من اي جهة ما يرفض شيك لانه هو الشيك مش معناه ان انا هجيه اه ايه 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 طيب اه اه الله اصلا وحمد النهاردة هل اتحاد الكرة له سلطة او سلطان على نجم او احد عناصر اللعبة بطلع في برنامج تلفزيوني وبيسيق للاعب زميل تحديدا حسين الشحات واساقته الى شيكبالا قبلها بيوم قبل القمة بيوم في برنامج مسجل يعني هل في سلطة لا بقى الاتحاد له السلطة عليه طبعا له السلطة عليه لكن الاتحاد مش كل الامور احنا ما عملاش موريتورينج او وراز بان احنا نوعي بدان كل البرامج وكل البرامج احيانا فينا برامج فنية او برامج او برامج ما بيتتباعهاش مهيش برامج بياضية مثلا او مش في المباريات دي ما بنشوفهاش اساسا ولا بيتتباعها لكن لو حد تقدم اه بشكل اه اه اثبت فيه ان فيه عنصر من عناصر اللي اقبت تحد اه بشكل نرى انه يتحق عليه العقوبة يجوز الاتحاد ولجانه المختلفة ان هو اه يحققه وينظره في المحتلة طالما بادالة عنصر عاملة في الواقع يعني فعال في العيب تحدث مثلا انما لو انت بتكلم العيب مقيد او حكم عامل او تدرب عامل ده طبعا من حق الاتحاد ان هو يتعامل معاه من خلال لجانه المختلفة طيب يبقى الزمالك بيقوله انه هيقدم شكوى طيب حتة تانية امام عشور المسؤولين في نادي الزمالك كثروا الكلام في هذا الامر وقالوا هنقدم بلاغ للنيابة العامة وان هما قدموا تظلم والاتحاد خباه وحاجات بالشكل ده ما هي الحقيقة الكاملة يا باشوان صاحب الموضوع بمنتهز البساطة اذا كان الاتحاد يرغب باستمرار عقوبة امام عشور كان من الاسهل ان تنظر لجنة الاستناب عشان ما تغلقوا حقها كانت من الاسهل انها تنظر وزي ما الخمس لعبين الاخرين اتصطقت على عقوبتهم كان بدل ما وكانوا خمسة كانوا بقوا ستة تذهل بكتير جدا ما ندخل في الجدل ده لكن لم يثبت لدينا ولا يوجد ما يثبت ان نادي الزمالك ارسل لامام عشور استقناف لان اي مذكرة في الاتحاد بتدخل وارد وبعدين بتاخد سكتها لو لها رسوم بتتفدي لو لها هي مش موجودة اساسا في الاتحاد وارد يكون الله اعلم ايه اللي حصل وارد يكون لابس عند الادارة او خلافه مش عايز اصل الاتحاد لكن في النهاية لو كان لدى الاتحاد الرغبة ان هو تظل العقوبة كما هي كان من الساحل انه ينظر زي زي الباين ويترفضه خلاص لكن هو ما تقدمش اصلي مجاش مجاش لم يارد للاتحاد هزا التصميم والمساعدة الشرمية كان واضحا في المسألة قال لو لو ثبت تقدم ازنادي الزمالك بالاستقناف هل عقده جال فهو ننظره وفيش مفكلة يعني نعم لكن هما ما قد موش لحد دلوقتي لما خلاص هي الوقت فات لما في الوقت فات كلها برمتها تحت امر او تحت مسئولية لجنة الاستقناف من رئاسة المساشر عدم الشباب جزئية اخرى بشوهندس وهي